نعومة أظافرها وهي تحلم بأن تصبح لعبة كرة قدم محترفة رغم تحديات مجتمع المحافظ كبادة الصعاب وكافحت حتى صارت لعبة بفريق المحافظة الدمشقي ثم المنتخب السوري من أنا صغيري كنت ألعب كرة خدم فأهلي متعودين علي أن ألعب كرة خدم بالحارة مع الصبيان بالمدرسة بفرق المدرسة تمت الحب التعلق بكرة الخدم لو وصلت للمعهد الرياضي لما صرت طالبة معهد الرياضي ترجمت هذه الحب والشغف لحقيقة صرت أنا بفريق كرة قدم للسيدات وهن متعودين علي من طفولي لم يكتب لحلم مهج النود الاستمرار حيث تعرضت لإصابة حرمتها المستطيل الأخضر لتلازم دكة الاحتياط قائدة لفريق المحافظة للرجال متسلحة بخبرة طويلة وشغف كبير كنت فكرة كثير كانت جميلي وجديدي على المجتمع وعلى آسة بشكل عام كنت فيها أول أنثى أو أول مدربي بالشرق الأوسط بتدرب كرة قدم أو مساعدة تدريب لفريق رجال تتحرك مها على رقعة الملعب بكاريزما القائد توزع الأوامر والنصائح على اللاعبين الذين ينصعون لتوجيهاتها من غير أدنى تمييز أول شيء حسنا فيها صعوبة بعدين خلص عادي تعودنا على هيك الصعوبة يعني صارت عادية مثل كأنه أختنا أو رفيتنا مثلا من ملعب عادي يعني ما في شيء مؤسس مهج النود واحدة من نساء عدة اخترنا ولوج عالم الساحرة المستديرة لإثبات الذات وتحقيق هدف الحياة اشتركوا في القناة